السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم عزيزي الكرام وعزيزي الكريمات فيديو جديد على قناتكم تربويات مالو السيد محمد البخل هذا الفيديو ان شاء الله سنجد معكم الفرض الصفي رقم 2 الدورة الأولى دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثانية مستوى الخامس ابتدائي مادة النشاط العلمي طبيعة الحال ستكونوا صادفتوا مجموعة للفروض اللي بقي ما تفرش في الفروض اللي درسهم أنا في القناة تدخل ديسكريبسون وغاديلقى مجموعة للليان بزاف ديال الروابط دخل ليهم وتفرش في الفرض بتمع عنه ان شاء الله غاديتفهم واللي بغالفرد pdf انا غادينخلي لكم نميرو ديال الواتساط فأول كومنتر وغاديكون كومنتر ايبنجلي ودخلو وتواصلو معايا اللي بغال pdf غادينصفتوه وغنصفتوه صحيح ديال هاد الفرد ان شاء الله عندي هنا يا ربعا ديال نشطة كلها باللغة العربية مادرش نشط باللغة الفرنسية هاد مرة نشط الاول هو هدا السؤال الاول ضع علامة امام مميزات التربة الصالحة للزراعة اذا نغانديرو علامة فيه امام مميزات التربة الصالحة للزراعة وهد سؤال عليه نقطة ونصف صفيه نقطة ونصف من عشرة من طبيعة الحال اذا هن عندي هنا فادية ضعيفة كثرة المواد العضوية تهوية جيدة كثرة العناصر الطينية مسامية جيدة اذا بنسبة التربة الصالحة إذا اضعنا فيها متفافة ستعطينا محصول زراعي مميز ووفير أولا نبدأ نفادية ضعيفة نفادية ضعيفة يعني تنفذ نسبة قليلة الماء ما هي التربة التي تنفذ نسبة قليلة الماء هي التربة الطينية وهي تربة غير صالحة للزراعة وبالتالي التربة الصالحة الزراعة لا توجد نفادية ضعيفة مخصوش يكون فيها نفادية ضعيفة صافي كثرة المواد العضوية نعم نعم لأن المواد العضوية مهمة جدا بالنسبة للنباتات وكذلك للمحاصيل الزراعية وكان قصده بالمواد العضوية من طبيعة الحال كان قصده الزبل اللي هو نتيجة تفتت أوراق الأشجار وكذلك بقايا الحيوانات الميتة صافي إذن هذا مميز من مميزات التربة الصالحة للزراعة دوزو التالي هنا عندي تهوية جيدة إذن هاه التربة صالحة الزراعة من طبيعة الحال ستكون تمتاز بتهوية جيدة إذن سنضعوه على ما هنا المميز الآخر كثرة العناصر الطينية كثرة العناصر الطينية ليس بمميز للتربة الصالحة للزراعة لأنه العكس لأنه إذا كانت التربة غنية بهذه العناصر الطينية ما غادش تكون صالحة الزراعة ما غادش يحدث الإنبات ونحصلوا على محصول زراعي اللي هو مهم نمره المميز الآخر مسامية جيدة مسامية كنقض بها من ناحية التهوية يعني ذاك الفراغات اللي منها كيدخلوا ذاك الكائنات الحية اللي كتغني التربة وكتجعلها خصبة وبالتالي مسامية جيدة هي مميز من مميزات التربة الصالحة للزراعة إذن مميزات التربة الصالحة للزراعة هي كثرة المواد العضوية تهوية جيدة ومسامية جيدة نزو النشاط أو السؤال الاثنان تبهوا ما هي دائما ضع علامة أمام خانة صحيح أو خطأ إذن هنا عندي مجموعة من العبارات ربعة ديال العبارات إذا كانت العبارة صحيحة غاد ندل علامة فصحيح إذا كانت العبارة خاطئة غاد ندل العلامة فخطأ نبدأ بالعبارة الأولى التربة الرملية هي التربة الأكثر نفادية للماء إذن هاد العبارة كتقول لي بأن التربة الرملية هي اللي كتنفذ المبزف صحيح نعم إنه إلا جعتوا الدرس ديلكو فأول نشاط فأتحقق كين المقارنة ديال التربة التربة الرملية التربة الطينية والتربة المختلطة من حيث نفادية الماء كبينة لتر من الماء في كل تربة وتبيننا بأنه التربة الرملية هي التربة الأكثر نفادية للماء بحيث تنفذ قريبا أكثر من 95% من نسبة الماء ندوز العبارة الثانية توجد في التربة كائنات حية لها نفس القد إذن التربة واش فيها كيتواجد بالصح كائنات حية لها نفس القد يعني جميع الكائنات الكائنات في التربة قد قد إذن هذه عبارة خاطئة إحنا عدنا في التربة كائنات حية صغيرة ترى بالعين مجردة وعدنا حيوانات دقيقة ترى بالعين مجردة ولكن بصعوبة وعندنا حيوانات دقيقة جدا وهي حيوانات أو كائنات حية لا ترى بالعين المجردة وخصنا ميكروسكوب ولا شي لومب باش نشوفوها إذن هذه العبارة خاطئة دول العبارة الثالثة تفضل حيوانات التربة الظلام والرطوبة هنا هذه عبارة صحيحة لماذا؟ لأنهم طبيعة الحال لحيوانات ديال التربة مهما هي تعيش في التربة إذن تحب الظلام لأنه في التربة ما كانش ضوء ما كانش إضاءة إذن بالنسبة للظلام صحيح وبالنسبة كذلك للرطوبة صحيح لأنها تحتاج إلى دفئة التربة من طبيعة الحال إذن تفضل حيوانات التربة الظلام والرطوبة عبارة صحيحة دول العبارة الرابعة التربة الطينية هي التربة الأكثر جودة للزراع التربة الطينية من خلال درس ديالنا تبيننا بأنها تربة تحافظ كثيرا على الماء يعني ذاك الليتر من الماء تقريبا كيبقى كله في ذاك التربة يعني كيدز واحدة نسبة قليلة جدا وهذا شيء كيسبب اختناق لدك من نباتات وبالتالي ما كتنبش وبالتالي ما كيعطينيش محصول زراعي إذن تربة الطينية هي التربة أقل جودة للزراعة يعني تربة الأكثر الجودة للزراعية هي تربة المختلطة وبالتالي هاد عبارة خاطئة ندوزوا لسؤال الثلاثة وصنفوا مكونات التربة في الجدول التالي إذن عندي مجموعة من المكونات رامل الطينين بقايا نباتية حصى وبقايا حيوانية وعندي مكونات عضوية ومكونات معدنية يجب تميز ما بين المكونات العضوية والمكونات المعدنية عندما نتكلم عن المكونات العضوية هي مكونات تتفتت وتصبح دبالا أما بنسبة لمكونات المعدنية هي عبارة عن حجر حصى طين لا يساهم في إنتاج الدبال وتخصيب التربة إذن رامل ومكونات معدني طين كذلك بقايا نباتية هي مكونات عضوية وبالنسبة الحصى كو معدني حصى ثم بعد ذلك بقايا حيوانية هي مكونات عضوية إذن قلتكم هذه مكونات العضوية بقايا نباتية وبقايا حيوانية تتفتت وتتفسخ وكتعطينا دبال أما بالنسبة للرامل وطين وحصى هي مكونات معدنية لا تعطينا دبال ولا تساهم في تخصيب التربة دوزو سؤال أربعة أكمل فراغات بما يناسب إذن هنا عندي وحد نص به فراغات فيها ربعا دي الفراغات وعندي ربعا دي الكلمات قد ينكملوا به دقيقة جدا حيوانات دقيقة صغيرة وسط التربة لحياة الكائنات الحية أو لحياة كائنات حية متعددة تختلف من حيث شكلها وقده ماذا؟ إذن التربة ماذا؟ تربة وسط تربة هي وسط لحياة كائنات حية متعددة ومختلفة تختلف من حيث ماذا؟ من حيث الشكل ومن حيث القد منها حيوانات شي حاجة كديدان الأرض إذن ديدان الأرض وش هي حيوانات صغيرة تراب العين مجردة وش هي حيوانات دقيقة كتراب العين مجردة ولكم صعوبة وش هي حيوانات دقيقة جدا لا تراب العين مجردة إذن هي حيوانات صغيرة كدداء الأرض وعديدات الأرجل وحيوانات شيء جدا كالقرادية والكلامبولية إذن القرادية والكلامبولية هي حيوانات دقيقة وحيوانات دقيقة كما توجد في التربة كائنات حية دقيقة جدا كالفطريات والبكتريات إذن البكتريات والفطريات هي لك تساهمنا تفتت تدك الفرش الحرجي اللي كعطينا دبال ولكن هي ما كتبانش بالعلم مجرد إذن هي كائنات حية دقيقة جدا وهذا غادي نكون كمتلا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الفرد صفي رقم 2 الدورة الأولى مادة النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي كنت معكم أنا الأستاذ محمد بخري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته